مشكلة نقص الأبنية المدرسية واحدة من أبرز مظاهر ما وصل إليه حال التعليم في العراق بعد 2003 مشكلة دفعت سكان قرية السبل بمحافظة ذيقار إلى استئجار منزل لتدريس أبنائهم بسبب عدم توفير الحكومة بناية مدرسية نحن منطقة السبل السلام طرعنا نأجر بيات لأن ماك مدرسة فكل طالب علي مئة ألف المجموع عشر ملايين ونص لا خدمات صحية به الساعة ماكوا نصلهم من الباب يرجعون يقلون نفوذ طبو كانت الدريس قليل سواننا مدرسة بالولاي قالوا ما نريد ما صار من منطقتنا جاءوا هنا دفعوا عن مسونها قالوا هسنا نريد بس مدرسة يعني ما نريد أي شيء أنا مود ندريس ونشوف مستقبلنا ويقول أهالي الطلبة أنهم طرقوا كل الأبواب الحكومية بهدف إيجاد حل للمشكلة التي يعانيها أبناؤهم إلا أن تلك الأبواب ظلت مصدى ما أجبارهم على الاعتماد على أنفسهم مدير التربية الذقار وراجعنا المحافظة والقيمة مقامية وما خلينا أن دائرة ما راجعنا بها على مود ابننا مدرسة يطلنا كرفانات ما رهمت سوينا معاملة لا رهمت آخر شيء وديناهم للمدارس المجاورة في المدارس المجاورة طردتنا مدرسة 200 متر بيت مالسكن ما يصلح مدرسة الطالب يطلع من الصف قبل بالشارع وهاي ما خلينا واحد ما رجعناه داعينا بكرفانات ياريت أنهم يجبوننا كرفانات قطعت أرض مقصصة عندنا هنا على حساب نحن أكيد نحن نموذج من آلاف العوائل وآلاف المناطق التي نفس الحالة مالتنا أسوأ يجوز حصلنا قدرنا نأجر لنا مدرسة وقعدنا بيها بس هناك ناس ما عندها إمكانية تدفع فلوس وحالتهم تعبانة البيت الذي تحول إلى مدرسة متوسطة يضم بين جنباته قرابة 300 طالب يعيشون واقعا تعليميا يرثى له بسبب عدم صلاحية البيت فضلا عن نقص الكادر التدريسي بينما يبقى السؤال الكبير عن غياب الدور الحكومي الذي يخفي وراءه سنوات من الفشل والفساد المتراكم في ملف التعليم ترجمة نانسي قنقر